السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير اهلا بيكم في قناتي قناة يومياتنا لنا بنت الصعيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ايه حنان اللي انت جاي بادة دي طبعا دورة الفراخ التانية وان شاء الله بازن الله كده تكون دورة خير علي وعليكم هنبدأ طبعا ع بعضينا لنربي الدورة دي بدون علف بدون علف والله العظيم نهائي ان شاء الله من عمري طبعا يوم لحد عمر الدبح اول حاجة بس احبق اقولها لكم طبعا سعر الكتكوت الكتكوت البلدي ده اللي هو قدامي عامل طبعا تسعة ونص من تسعة ونص العشرة تمام والكتكوت الساسو كان عامل معنا طبعا منح بشر ونص لأتناشر جنيه بصراحة كتكيت بسم الله ومشاء الله اللهم بارك يعني جميلة جدا وكلها طبعا حيوية ونشاط وفرزة اول بصراحة يعني انا بحب اني انا اجيب الكتكوت بتاعي فرزة اول حتى لو كان غالي شوية احسن طبعا ما تجي به فرزة تاني او تجي به مسلا جيل تاني يكون طبعا في السعر اجل ده طبعا حينعكس طبعا ع التربية في الاخر حتى لو وفرتي في سعر الكتكوت بس طبعا حكون منعت الكتكوت ده ضعيفة خالص تمام لكن لو انت دفعتي نص جنيه او جنيه زيادة في الكتكوت واخدتي طبعا كتكوت منعته قوية ده افضل بصراحة بالنسبة لي وانتو بقى حرين انا بس بقول لكم تجربتي دلوقتي طبعا احنا الكتكوت ده عمر يومين والمفروض ان هو هياخد بقى اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا ازاي احنا اعرف الكاتكوت الساسو وازاي اعرف الكاتكوت البلدي ده طبعا الكاتكوت الساسو واللي في اول الفيديو كان الكاتكوت البلدي طب ايه الفرج بينهم الكاتكوت الساسو طبعا انا جاهلة الفرج جابلي كده بينهم بس هجولوا ليكم تاني في الدورة دي هنبدأ من اول جديد يعني هنتكلم في كل حاجة من الالف الى الياء لحد طبعا العمر الدبح من اول انت ازاي تفرجي تفرجي بين الكاتكوت البلدي والكاتكوت الساسو وازاي طبعا تفارج بين الفرخة وديك وكل حاجة ان شاء الله باذن الله حنقولها مع بعضينا في الفيديوهات يعني ان شاء الله باذن الله لازم تكملي معنا الدورة لحد طبعا عمر الدمح علشان طبعا ما فيش اي حاجة تفوتك تمام تعالوا بقى نعرف ايه الفرق بين الكاتكوت البلدي والكاتكوت الساسو الكاتكوت طبعا البلدي بيبقى طبعا الكاتكوت اصلا حجمه جليل وراسه نعمة ورجليه كمان نعمة تمام انما الكاتكوت اساسو وعادة الوان الكاتكوت البلدي بتبقى ما بين ابيض واسود واللون كده احمر بس احمر خفيف خالص فاهمين انما الكاتكوت اساسو الحجم بتاعه بيبقى كبير ودماغه طبعا كبيرة ورجليه طبعا برضو تخينة عادة يعني واللون بتاعه بيبقى طبعا ما يلاقي اللون الاحمر اللون الاحمر حتى لو كانت فيه فكاتكوت او اتنين لونهم احمر خفيف بس هتلاقي طبعا الاغلبية لونه احمر لون احمر كده غامج يعني واضح واضح خالص بالنسبة للكاتكوت البلدي زي ما انتو شايفين كده تمام في الحجم وفي اللون وفي تركيبة الجسم انا طبعا دي عندي كمية الكاتكيت الحمد لله المرة دي بجا حبيت اني انا ازود كمية الكاتكيت لاني فعلا حرفيا فيه ناس عايزة تشتري مني كاتكيت وانا والله المرة اللي عدت او الدورة اللي عدت دي كانت الصراحة يدوب على كد اكل بيتي ومش هينفع خالص اني انا ابيع منها فقلت ليهم ان شاء الله باذن الله انا هنزل دورة تاني وهعمل حسابكم يعني اني انا ابيع ليكم والحمد لله نزلت طبعا الدورة دي زيادة شوية بس زيادة يعني اني انا اقدر اربيهم وااكلهم وااشربهم تمام علشان الصراحة حتى لو انا هعمل بداية العلف الكاتكيت والطيوره عموما من بعد طبعا الغلاء اللي احنا بجينا فيه بجت الصراحة بتصرف في الاكل والشرب حتى لو انك حسبتيها ولجيتيها طبعا موفرة عليكي اكتر طبعا ميت مرة من اني انت تروح تجيبي الفرخة جاهزة من عند محل الفراخ موفرة وما فيهاش كلام بس بصراحة بيهاكلوا يعني دلوقتي ما تقوليش اني انا حربي طيور على باقي البيت او فتفيت البيت لا مش هتربي طيور لاني احنا حرفيا ما بجيش بيت بجة فتفيت من البيت بصراحة كده خلينا صريحين مع بعضينا من الاول خط نازم نتكلم بصراحة ونبقى كده ايه على نور من الاول احنا طبعا ممكن اديهم اه فتفيت البيت بس مش هتربي طيور انا فتفيت البيت لازم اجيب ليهم اكل ولازم اجيب ليهم عيش ولازم طبعا اجيب ليهم ردة بس بصراحة حكون طبعا بكمياتك ليلة مش زي ما طبعا هيكون معاكي اه كمية كبيرة من الفراخ دلوقتي بجا ان شاء الله باذن الله الفراخ دي حربيها على العلف بس علف بيتي من استخدام من عمل ايدي انا انا طبعا هجيب الخامة اللي انا هعمل بها العلف وعلف ان شاء الله باذن الله هيكون مفيد وصحي مية في المية بعيدا عن طبعا علف المصانع اللي كله سموم العلف بتاعي طبعا هكون مكوناته ان شاء الله باذن الله بسيطة ورخيصة رخيصة وفي متناول الجميع موجودة في اي مكان يعني هي موجودة في اي مكان. انما الاعلاف طبعا في شركات الصراحة الاعلاف بتاعتها انا جربتها اه بتخلي طبعا الفراخ بتاعته تسهل ومش بتجيب الصراحة تحول وزنه خالص. وبت بتتعكس الصراحة كده على الفراخ. تعالوا بقى دلوقتي انا جبتي نص كيلو علف طب ليه احنا انش قلت مش هتديهم علف خالص. انا بصراحة جبت نص كيلو العلف ده لاني انا طبعا اه صاحب المزرع اداني الفراخ دي 10 بالليل. اه فمش حينفع خالص اني انا دلوقتي اعمل ليهم الوصفة اللي انا عايزة اعملها. فانا دلوقتي قلت لا انا طبعا لازم جلية تستجبليهم على اكل وشرب. فقلت طيب اديني باجل قلت له نص كيلو من العلف. وحطيت طبعا معلجة من الكركم على نص كيلو من العلف ده. نص كيلو العلف ده. هيديهم طبعا يوم كامل. يوم كامل. تمام? هنبدأ ليهم طبعا بعد نص كيلو العلف ده. هننزل ليهم الوصفة بتاعت العلف اللي انا هعملها في البيت. هحطي طبعا وصفة العلف. وهحطي ليهم مية بخل. دلوقتي حطيت ليهم نص كيلو من العلف. وحطيت ليهم برضو مية بخل. انا بصراحة التحصينات بتاعتي بتبقى مية بخل واعشاب. بس والله العظيم ما بدي اي اه ادوية ولا بدي اي فيتامينات. هي الاعشاب بوي المية بخل. تمام? وباستخدم طبعا ملح. وباستخدم طبعا خميرة. زي ما قلت ليكم كل حاجة بتبقى انا باستخدمها بتبقى موجودة الحمد لله في البيت. او بتبقى في متناول الجميع يعني عد ان انت تروح تجي بيها. يعني لو جبتي كيس خميرة هتقدي الغرض. لو جبتي كيس ملح هتقدي الغرض. لو جبتي كزاس خل هيكفوكي الدورة كلها ان شاء الله بازن الله. تمام? انا طبعا دلوقتي جاعد جنبيهم كانت بتقريبا بجد الساعة اتناشر. عشان طبعا ااكلهم واشربهم. تمام? غيحت الصراحة دنيتي. ونزلت جبتي طبعا الخامة اللي انا هعمل بيها العلف. من تحت يعني من من سوبر ماركت. نزلت طبعا جبتي الخامة وجبتي طبعا خلي اللي ما كانش عندي خل. وطلعت بعدين بقى بعد ما جبتي كل حشتي من برا. ونجعت طبعا الفول. ونجعت طبعا الضرة الصفرة. ونجعت كمان الحلبة. دي الحاجات او المكونات الخامة بتاعة العلف. وعمل ليكم طبعا بها فيديو وجايل لكم طبعا على كل حاجة في الفيديو. وجايل لكم لو في بدايل ينفع تستخدميها. جاي لكم طبعا كل حاجة في الفيديو. هنزل لكم ان شاء الله باذن الله الوصفة او الفيديو بتاع العلف بعد الفيديو ده. تمام كده? بس حبي طبعا ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو عشان طبعا الفيديوهات اللي انا ازلها باتستفادوا منها طبعا انتم وكمان غيركم يستفاد بيها دلوقتي طبعا يا حنان لازم طبعا انا اقعد جنبيهم كده ساعة او اتنين علشان يقلوا ويشربوا قبل طبعا ما ابيتهم انا بصراحة مش بخليهم تحت الاضاءة او مش بخلي لمبة عليهم طول الليل لا انا طبعا زي الدورة اللي فاتت بالزبط بخلي طبعا بعشيهم سواء مثلا من المغرب او مثلا بالليل متأخر دي مش هتفرد كتير انا الصراحة بعشيهم وبعدين طبعا بعد ما عشيهم ابيتهم واسيبهم على الظلمة بيجوموا طبعا الصبح يلاقوا طبعا الاكل والمية تحتيهم يفطروا طبعا وياكلوا كده لحده انا مطلع لهم تاني دلوقتي هنا طبعا انا عندي مية بخل انا طبعا من تحت جايبا مية بخل والسجاية بتاحتي دي طبعا بتشيل اربعة لتر معايا من المية يعني انا دلوقتي بعمل لكم منتاج الفيديو جنب الفراخ تاني يوم جنب الفراخ الصبح يعني اه لقيت طبعا العلف تحتهم والمية بصراحة لسا قاعدة تحتهم. فان شاء الله باذن الله هاجب بقى العصر. اغير ليهم طبعا المية دي. واحط ليهم اكل جديد. تمام? لو لجيتهم طبعا خلصوا العلف. انا طبعا السجاية دي طبعا واسعة. لان هي طبعا اربع لتر. هعمل ايه بقى? علشان اتفدأ اه المساحة. اللي فيه السجاية دي لاني ممكن المساحة دي. اه تموت الفراخ بتاعتي او الكاتاكيت بتاعتي تغرق فيها. تمام? لازم طبعا تاخد بالك من حتة زي دي. ولو فيه اي خرمة او اي فتحة في المكان اللي انت بتربي فيه. تخطي طبعا اني كاتكوتي تزينك فيها ويموت. حاولي طبعا تسدي الفتحات دي باي حاجة. انا الصراحة سديت الفتحات اللي في المكان اللي انا بربي فيه كلها. دلوقتي طبعا هعمل طبعا اه في الاستجاية اه الطوب الاحمر او الزلط. ليه يا حنان? علشان زي ما قلت لكم الكاتاكوت بتاعي ما يغرقش في الاستجاية. اي دي زي ما انتم شايفين طبعا بكسر الطوب الاحمر ده. وحاخد طبعا الحتة اللي هتتكسر. واحطها كده في جلب الاستجاية علشان طبعا ما تغرقش الكاتاكيت بتاعتي في الاستجاية. الحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص. واتمنى طبعا ان انتوا ان شاء الله بإذن الله تكملوا معي الدورة لحد عمر الدبح. هتستفادوا والله العظيم. وحنقول حاجات كتيرة جدا 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 جدا. لان طبعا الحمد لله بيجي عندينا خبرة من الدورة اللي فاتت. فحنقول ان شاء الله بإذن الله حاجات كتيرة ومهمة جدا جدا اللي عن تربية الكاتاكوت من عمر يوم. اتمنى طبعا اللي مش عارف القناة بتاعتي. اه ينزل طبعا اه يعمل لي كومنت ويشترك معايا في القناة. وان شاء الله بإذن الله طبعا هتستفادوا والله العظيم بقدر الامكان من الفيديوهات والوصفات اللي هعملها معاكم في القناة هنا. تمام. اه واللي طبعا عايز اه وصفات او مثلا يتابع معنا الدورة اللي فاتت. انا الصراحة الدورة اللي فاتت كنت منزلها على القناة التانية قناة مطبخ ننة بنت الصعيد. اتمنى طبعا ان انتو تعملوا شير او هتلاقوا هنا برضو على القناة لو دخلتي طبعا على القناة هنا هتلاقي طبعا قناتي مطبخ ننة بنت الصعيد اشتركي طبعا فيها عشان طبعا تشوفوا الدورة اللي فاتت. واتمنى طبعا ان انتو اه تنزلوا اه تحت الفيديو. هتلاقوا طبعا صندوق الوصف. هتلاقوا فيه. آآ لينك كده. آآ لينك طبعا جروبي على الفيسبوك. اتمنى طبعا ان انتم تنضموا لي. وحتلاقوا طبعا لينك موقع على الانترنت تتابع برضو للقناة. اتمنى طبعا ان انتم برضو آآ تعملوا لي متابعة لي وتزوروا طبعا الموقع. تمام? الموقع دي طبعا خاص بالقناة المطبخ يومي. آآ مطبخ نونة بنت الصعيد. انما يوميات نونة بنت الصعيد دي طبعا ما عنديش صراحة غير القناة دي. تمام? يعني اي فيديو او اي وصفة انت عايزها خاصة بقناة اه الطيور حتلاقي بس يوميات ننة بنت الصعيد. ما فيش اي حاجة تاني ما فيش اي فيديو منزلها على فيس ولا منزلها في اي مكان غير هنا في القناة. اتمنى طبعا ان انتو تعملوا لايك وشيل للفيديو. وكنت معكم حنان سيد من يوميات ننة بنت الصعيد. مع السلامة يا اخواتي.